الإيمان في اليوم الآخر وهو اليوم الذي يكون بعد الدنيا يوم الجزاء والحساب، يوم الدين الإيمان به أحد وركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث عمر رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بأنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ستة أركان وهذه الأركان تارة تأتي جميعاً في القرآن وتارة يأتي بعضها وكثيراً ما يأتي الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بالله من آمن بالله واليوم الآخر والذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وتارة تأتي القرآن مجتمعة مثل قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فالإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان من أنكره كفر من قال إنه ليس هناك بعث وإنما الحياة الدنيا فقط فهذا كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما هو معلوم من الدين بالضرورة فلا شك في كفر من أنكر البعث والنشور ولهذا قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت فالله أمر رسوله أن يقسم بربه أنه سيبعثهم وقوله زعم الزعم هو الكذب الزعم هو الكذب يعني كذبوا في قولهم هذا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما منحن بمبعوثين وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم تبعثون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين كذا مقالة الكفار قديما وحديثا ينكرون البعث وليس لهم حجة إلا أنهم يقولون كيف إن الناس إذا ماتوا وصاروا ترابا أنهم يبعثون هذا مستحيل قال من يحيي العظام وهي رميم سبحان الله طيب من قبل كانوا من قبل غير موجودين أصلا ثم خلقهم الله جل وعلا فالذي خلقهم في البداية قادر من باب أولى على إعادتهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم القرآن مملوء من الرد على منكر البعث وأيضا لو لم يكن هناك بعث وجزى على الأعمال لكان خلق الخلق عبث كيف يخلقهم ويعملون الأعمال الصالحة أو الأعمال الكفرية ثم يموتون ويتركون هذا لا يليق بعدل الله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبث وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق تعالى الله عن هذا فالله جل وعلا لا بد أن يبعث الناس ويميز المؤمنين من الكفار ويجازي المؤمن بإيمانه ويجازي الكهر بكفره وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطل ذلك ظن الذين كفروا طويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كلهم يموتون ولا يبعثون ولا يجازون على أعمالهم عاشا وكل لا يجعلون ثم ثم إن الله هدد الكفار والمشركين والعصات لأنهم سيرجعون إلى ربهم ويخاسبون ويجازون هددهم بذلك وذكرهم بذلك فدل على أن البعث أنه لا بد منه وأنه كائن لا محال والدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء هذه حكمة الله سبحانه وتعالى